السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا استفسار الذي ورد إلينا أن أستخدم أقراص لتنظيم ضربات القلب وأدوية أخرى للسكر متى يمكنني شرب الماء الساخن قبل شرب الأدوية أما بعد أرجو توضيها أول شيء العلاج بالماء الساخن علاج الطبيعي بالتالي يؤدي إلى تفاعلات سريعة عندما يدخل هناك علاج آخر لكن في نفس الوقت بحيث أنه لم نملك الصلاحية لأن هذا ليس من اختصاصنا فيما تعلق ب الوصفات الطبية من خلال العلاج من خلال العقائق الطبية هذا خارج اختصاصنا ف لكن لابد أيضا نوضح ما هي الأثار السلبية نتيجة خلط بين الاثنين حتى هذا بإمكانكم ترونه في المعامل المختبرية المواد الكيميائية تفاعل مع الماء وسقونة الماء الماء لما يكون ساخن يكون فيها طاقة حرارة حرارة مصر لطاقة مع ارتفاع حرارة الماء يعني يصبح أكثر سقونة كلما كانت تفاعلات من الذرة الهيدروجين وذرة الأكسجين في الماء مع ارتفاع حرارة سقونته وبتالي يؤدي إلى تفاعلات أي مواد تدخل فيها وبتالي الشخص الذي يطبق برنامج تناول مساخن الطريقة الصحية والعلاجية لتناول مساخن عندما يستخدم أي علاج آخر قد تحدث تفاعلات سلبية كما أسلفنا قبل قليل ولذلك لكون الماء الساخن يعمل على تصفية الجسم من السموم وكون الأدوية تحمل هي مصنوعة من المواد الكيميائية هي تنفع من جانب واحد لكن في نصر وقت الشخص الذي يطبق العلاج بالماء الساخن قد يحدث هذه تفاعلات كيميائية من المواد الكيميائية ناتجة من الأدوية وتتفاعل مع الماء الساخن وأحيانا قد تحدث أثار سلبية وهذه الأثار السلبية ليس من الماء الساخن بل منها هي المواد الكيميائية الموجودة في الأدوية وأيضا حتى دليلا آخر الشخص الذي على سبيل المثال يستخدم أو يتناول الكحول مشروبات الكحولية لا يستطيع من سبع مستحيلات يواضب على برنامج الماء الساخن أو الشخص الذي يدخن بكثير لا يستطيع يخلط من الاثنين بين برنامج التناول الماء الساخن والتدخين لأن الماء الساخن يعملها تصفية فالتدخين فيه مواد كيميائية هي النسبة تعالية من النيكوتين وهذا مؤثر جدا ومعروفه بسبب مرض كثيرة اعتمم فيه سرطان الرئتين لذلك يعمل الماء الساخن لحيمات الجسمة وبتالي تصفية السمون موجودة في الأدخنة وبتالي في السيجارة سبلفة أو الكحول أو المخدرات وما شاب ذلك حتى مشروبات غازية الشخص الذي يستخدم مشروبات غازية المشروبات الغازية مكونة من مواد كيميائية ومواد ضارة ذلك يعمل لتطهير الجسمة وبتالي حتى الأدوية لكن لكون الأدوية هذا الجانب يقع دمن المتخصصين أطبائها ومرخصين وبتالي عندما الطبيب يوصف الدواء للمريض هذه وصفات الطبية أنه لازم استخدامها هنا في هذه الحالة ننصح بشدة وهذه ملاحظة مهمة جدا جدا نتيجة لحالات حدثت وأمامنا حتى حدثت هذه الحالات شخص يكون مثلا مريض ويتابع الوصفات الطبية لقاقير طبية ويشرب الماء ساخن يتناول الماء ساخن مباشرة بعد الدواء أو قبل مباشرة تحصل تفاعلات يعني شخص يشعر بشعور ما طبيعية المثل الفقدان يشعر المثل يشعر كأنه يفقد الواعي ويشعر زيادة الألم وما شبه ذلك وبتالي حتى لو يرجع للطبيب ما بيقول الماء ساخن ولا سبب لهذا يعلم مباشرة طبيب لأنه متخصص يعلم أن هذه الأدوية هي تعالج أعراض المرض وليست تعالج أسباب الجذرية للمرض وهذا شيء معروف علميا وثبت ذلك في الغرب وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية أبحاث من العلماء ثبتوا ذلك بأن الأدويات هي تعالج الأعراض لكن هذا هو المعمر به وبالتالي وبالتالي لا يمنع أيضا من جانبنا نوضح أيضا هناك في حالة يلزم يلزم استخدام العقائق الطبية ضرورة وضع متسع من الوقت قبل تناول دواء وبعد تناول دواء بفترة لا تقل عن الساعة يعني أقل شيء ساعة يعني ترك مسافة ما بين تناول ماء ساخن والدواء ولكن أيضا هنا تلاقي على كل شخص الذي يتناول دواء يعلم بأنه يأخذ دواء مفيد لكن النتيجة وجود مادة سامة أي كأنه بمعنى آخر كأن الإنسان يأخذ سامة يعني سموم ويأخذ دواء يعني مخصوص دواء أساسا فيها شفاء لكن في نصر نقطة مواد سامة ففيها تصمم فيها تصمم تصمم من المواد كيميائية من الأدوية طبعا نحن لا نريد نتخذ في لمتاحات خلافات مع شركات الأدوية إنتاج الأدوية أو جهات حكومية التي ترخص وتنظم هذا الجانب هذا ليس اختصاصنا نحن هدفنا بأن كيف يعني للطب الحاكوباثي وهو ما هو فوائده ومصادره وكيف دوره كل ما يتعلق بالأبحاث وتتعلق بكل مكونات الماء ساخن وهي جميعها الطبيعية وكيف دوره للإنسان حفاظها صحيته ووقايته وكذلك شفائه من كل الحالات الصحية المتقلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته